في سابقة داخل قبة المؤسسة التشريعية في البلاد، أنشأ ناشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حساباً تحت مسمى أسرار وخبايا البرلمان، سرب فيه معلومات خاصة حول تسيير الهيئة وكواليس البرلمان، موقع أوصل صاحبه إلى أروقة العدالة. المتهم الرئيسي في القضية، وهو ناشط إلكتروني، يشد خلف القذبان مع رئيس هيئة المستخدمين في المجلس الشعبي الوطني والمتورط في القضية ذاتها بتهمة الإساءة لهيئة نظامية وتسريب معلومة خاصة. وقائع القضية، وحسب ما جاء في الملف القضائي الذي اطلعت الشروق على حيثيته، بدأت بعد أن طلبت موظفة بالبرلمان من زميلها المتهم الموقوف أن يساعدها لكي تفتح حساباً خاصاً بها على موقع التواصل الاجتماعي. رئيس المستخدمين بدوره، قام بالاستعانة بالناشط الإلكتروني الذي أنشأ الصفحة على الفيسبوك لتكون منبراً لاتهامات طالت نواباً بالبرلمان، من بينهم رؤساء لجان ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي والدخلفة. اتهامات خطيرة تمس بسيادة هيئة نظامية على حد ما جاء في مذكرة التوقيف. الموظفة التي بدأت بفكرة نشر غسيل الغرفة السفلة لا يزال اسمها لحد الآن غائباً عن القضية، فيما وجد منشئ الصفحة نفسه داخل مجلس قضاء العاصمة للنظر بشأنه فيما بات يعرف بقضية ويكيليكس البرلمان.